مجلس النواب هي الغاية الأسمى والهدف المنشود لدى السلطة التنفيذية والتشريعية وأن المواطن هو محور التنمية وكل الأعمال التي تقوم بها مؤسسات الدولة تحقيقا للرؤى الملكية السامية من لدن ملك البلاد المعظم وبدعم ومتابعة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأضاف معالي رئيس مجلس النواب أن ما تحقق من نتائج إيجابية في النمو الاقتصادي وخطط التعافي الاقتصادي يحملنا جميعا مسؤولية وطنية مضاعفة وصولا إلى تحقيق التوازن المالي المنشود كما أشار رئيس مجلس الشورى إلى أن تضافر العمل المخلص بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واستمرار المساعد دؤوبة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة تعكس الحرص والتفاني في تعميق مسيرة النهضة والتقدم لمملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم والمتابعة والتوجيهات المثمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأكد رئيس مجلس الشورى أن الاجتماعات التشاورية والتنسيقية بين السلطتين بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 يسهم في تعزيز المكتسبات الوطنية وتحقيق المزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة ومن جانبه أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مصلحة الوطن والمواطن أولوية دائمة ولأجلها توجه مختلف الجهود ويتم العمل بروح الفريق الواحد وبالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطة التشريعية لتحقيق هذه الغاية بما يعود بالخير والنفع على الجميع وأشار معاليه إلى أن المواطن هو محور التنمية وأساسها نوها بما وصلت إليه مستويات التعاون المشترك بين السلطتين ومواصلة العمل على تعزيزها وبين معاليه أهمية مواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي لمملكة البحرين في ظل التحديات العالمية الراهنة مضحا أن العمل مستمر لتطوير برامج الدعم ورفع كفاءة توجيهه لمستحقين من المواطنين والالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وتحقيق كل ما يعود بالخير على المواطنين ترجمة نانسي قنقر